وانتقل الآن للتطورات العسكرية في الموصل وينضم لنا الخبير العسكري الدكتور حسين علاوي من بغداد مباشرة عبر الأقماص الثناعية وهو خبير استراتيجي أيضا دكتور مساء الخير أهلا بك معنا التطورات على الأرض تفيد بأن إعلان التحرير الكامل والنصر في الموصل لم يتبقى له الكثير وبما ساعات قليلة فقط لكن ماذا بالنسبة للمناطق التي لا تزال فيها بعض الجيوب أو بعض الأفراد من داعش المنتشرين إذا ما لديك معلومات من على الأرض دقيقة نعم يعني مساء الخير عليكم مساء الخير على مشاهديك الكرام حقيقة القوات العراقية الآن تتقدم بخطة ذكية جدا وفعالة وتحاول اجتثاث هؤلاء الإرهابيين من المدينة يعني ما بين المحور الميدان والقليعات والشهوان وبالتالي هي على المناطق الساحلية المحاذة للنهر والتي تكون ضمن محور جهاز مكافحة الإرهاب ومحور الفرقة 16 والفرقة 9 في الجيش العراقي وهناك قدرة كبيرة الآن على الاندفاع لكن بالمقابل ما يعيق حقيقة القوات هو قضية المدنيين قضية إجلاء العوائل من خلال فتح الخطوط الآمنة لهم ومن ثم سحبهم إلى خارج المدينة في المناطق المؤمنة وبالتالي القتال يسير بخطة سريعة جدا خلال هذه الساعات طبعا العمليات الإستاذ الجوي فعالة سواء من التحالف الدولي أو من قبل طيران الجيش وكذلك القوة الجوية وكذلك الرصد الاستخباري على الضفة الأخرى من قبل قيادة عمليات تحرير نينة وفعال جدا وقتل قبل ساعات أبو حفص السعودي مع تقريبا 34 مقاتل من كيان داعش الإرهابي الفارين نحو النار طيب ما المعلومات لديك عن هذا القيادي أبو فحص السعودي من يكون بتحديد ماذا كان دوره في داعش يعني هو مكنن أنه باسم عمر وهو كان أحد القادة العسكريين الذي يقودون القتال وعندما وصلت القوات على اقتراب من النهر في المدينة القديمة وفي أتون المدينة القديمة على المحور الساحلي أو على منطقة الكورنيش لنهر دجلة حاول الهروب والخروج بمستزمات كما نشره طبعا من قبل قيادة عمليات تحرير نينة وفي السوشال ميديا حاول الخروج بفلاش ميموري يبدو أنها فيها معلومات مخزنة عن التنظيم ومخزن فيها كذلك أفلام قد تكون وكانت هناك وصلات حتى خاصة بالهواتف النقالة تنقل من الهاتف النقال إلى التابلت وإلى حاسبات وكذلك مجموعة من الهويات والأجهزة الرئيسية التي كان يقود فيها على ما يبدو مركز القيادة والسيطرة بسيط جدا ومتنقل لكن بالنهاية عندما حاول الهروب تم قتله واصطياده من قبل القوات التي كانت على ضفاف النار نعم طيب دكتور المعلومات لديك أيضا عن ربما عدد المقاتلين مقاتلي داعش الذين لا يزالون الآن محاصرين إن صح تعبير الآن في المناطق التي لم يتم تطهرها بعد كم عددهم بالتحديد والمصير الذي ينتظرهم يعني أكيد المقاتلين المجندين بداعش من الدرجة الأولى وهم في الغالب انتحارين وانغماسيين لا يتجاوزون الخمسين لكن هناك من المتعاطفين والمؤازرين والمنتمين من المقاتلين المحليين والذين يحاولون الاندماج أثناء خروج المدنيين والعوائل النازحة باتجاه القوات الأمنية هم كثر كثيرين وهذا ما يجعل الآن القوات العراقية سواء في جهاز مكافحة العراق أو في الجيش العراقي عندما تتقدم ترى أن هناك في بعض الأحيان تزايد القدرة النارية وفي بعض الأحيان في مناطق أخرى تنخفض وبالتالي هؤلاء المتعاطفين يتعاملون مع أو يشاركون مع مقاتلي كيان داعش عرابي في المعركة لكن يحاولون الانسحاب بين لحظة وأخرى ويحاولون الذوابان بين المدنيين وبالتالي نعم هناك صعوبة لكن المعلومات الاستخبارية لمؤسسات استخبارات جاز مكافحة الإرابة وكذلك الاستخبارات العسكرية واستخبارات تبع الشرطة الاتحادية وخلية الصقور الاستخبارية أتوقع قادرة على إفراز هؤلاء إضافة للتعاون من قبل المدنيين الذين بدأوا ينشرون تعليقات على صور هؤلاء الإرهابيين الذين يظهرونه بين الحين والآخر عبر شاشات التلفاز المحلية العراقية ويتحدثون عن معاناتهم من داعش لكنهم بالنهاية كانوا مع داعش طيب قلت بأن بعض مقاتلي داعش وأيضا سمعنا من بعض القادة على الأرض بأن المصير ربما الذي ينتظر من تبقى من داعش في الموصل يا إما القتل يا إما الفرار عبر البحر يعني إلى أين يتجهون كل من فر من داعش إلى أين يتجه وبالتالي الآن إلى أين تتجه المعركة فيما بعد الموصل يعني أكيد أولا فرضية الفرار لا توجد هناك فرار وإنما قتل وتصفية لكل المقاتلين وهناك قيادات اليوم شيعة أخبار حقيقية الآن قد تم تأكيدا أكثر من خمسة قيادات أساسية في مقاتلي داعش في الموصل القديمة قد سلموا نفسهم إلى القوات المشتركة العراقية سواء في جهاز مكافحة الراب أو في الجيش العراقي وكذلك بالمقابل هناك انضمام إلى قادة آخرين سواء قادة وسطيين أو قادة عمراء ينضمون لتسليم أنفسهم إلى القوات المشتركة لكن هناك بقيت كذلك إشراك المقاتلات الانتحاريات التي هي عقدة من العقد الجديدة تعرفين يعني العرف الاجتماعي وكذلك تشكيل القوات المسلحة العراقية لا يوجد فيها نساء كثيرة جدا لعمليات التفتيش الأمني وبالتالي داعش يحاول استغلال هذا الموضوع لزج الانتحاريات على اعتبار أن العرف الاجتماعي للرجال لا يمكن أن يفتش مرأة وهي خصوصا في ظل هذه الظروف التي تخرج من المعركة لكن بالمقابل هذا الموضوع قد تم سيطرة عليه بصورة كبيرة جدا يعني تم سيطرة عليه بوضع نساء مع القوات العراقية يعني لتفتيش النساء أكيد لابد أن يستعان في النساء من قبل القوة الاستخدارية التي تجري بعمليات السيطرة الأمنية لغرض التشيك للمعلومات الخاصة بهؤلاء النازحين أشكرك جزيلا دكتور حسين علاوي الخبر العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر الرقم أصطناعية في البغداد